بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة مازلنا مع أدوات إدارة التكلفة أدوات إدارة التكلفة تأخذ الشكل التالي من تعريف أدوات إدارة تكلفة إنها مجموعة نظريات وطرق وأساليب لإدارة التكلفة الأدوات دي اللي هي سبعة نظام التكاليف على أساس النشاط نظرية القيود محاسبة استهلاك الموارد التكلفة المستهدفة نظام الإنتاج الآن تكاليف دورة حياة المنتج الرقابة على الجودة الشاملة لو إحنا في الشركة اتبعنا السبع أدوات دولت سيؤدي إليه سيساعد الشركة في هدفها الرئيسي ألا هو البقاء والنمو والاستمرار كل أداء من الأدوات السبعة دي لها هدف معين نجوفه في الرسمة التالية أدوات إدارة التكلفة أول أداء عندي التكلفة على أساس النشاط النشاط دي بتهدف إليه؟ لو اتبعنا نظام التكاليف على أساس النشاط اللي هو الأي بي سي تكلفة أدقة وبالتالي قرارات إدارية أكثر دقة الأداة التانية نظرية القيود الهدف منها إيه؟ بتعمل إيه؟ على معالجة نقاط الإختناق لتحقيق توازن خطوط الإنتاج بالمصنع فيه اختناقات النظرية القيود بتعالج هذه الاختناقات أو القيود التالتة محسبة استهلاك الموارد بالهدف منها إيه؟ الاستغلال الأمثل لموارد المنشأة مما يؤدي إلى دعم القرارات الإدارية عند كل المستويات طبعا مقصود بها كل المستويات الإدارية مستوى الإدارة العالية مستوى الإدارة الوسطى ومستوى الإدارة الدنيا الأداء اللي بعد كده التكلفة المستهدفة بتهتف إليه؟ خفض تكاليف مرحلة التصميم والتأكيد على جودة المنتج في ضوء المنافسة الكاملة لتوليد ربحية في ضوء السعر التنافسي الأداء اللي بعد كده نظام الإنتاج الآن بيعمل إيه هدف وإيه؟ تخفيض المغزون وحل المشاكل التي ظهرت أمام الإدارة الأداء اللي بعد كده تكاليف دورة حياة المنتج هدفها إيه؟ خفض التكاليف في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة مما يؤثر بالإجاب على الربحية الأداء الأخيرة الرقابة على الجودة الشاملة ضمان هدفها ضمان تحقيق مستويات أعلى لجودة النظم والعمليات والمنتج النهاي لتحقيق حصة أكبر في السوق والأدوات السبعة المختارة طبعا فيه أدوات أخرى غير الأدوات السبعة دولت بس اخترنا سبعة أدوات كلهم بيتكملوا مع بعض من أجل إدارة التكلفة بطريقة فعالة ترجمة نانسي قنقر